صباح الخير زميلي عاصم صباح الخير زملائي في الستوديو صباح الخير على كل مشاهدي خناة مصر الزراعية في كل مكان بتمنى لكم من كل قلبي يعني صباح جميل جديد مليء بالرزق والخير والبركة على جميع السادة المشاهدين موجودين معكم احنا في محافظة المنوفية وتحديدا في مركز اشمون في ارض الجزيرة التي يقال عنها اخصب ارض في جمهورية مصر العربية حيكون معانا احد الملاكنة يعني الحج خليل ابو زيد صباح الخير يا حج صباح الفل اهلا وسهلا وحمد الله على السلامة وقناة مصر الزراعية نورت اشمون وبابع سلام لكل يعني اللي بيشغلوا في القناة واللون كل سلامة وطيبين ومزيد من التقدم ان شاء الله شكرا طيب يعني عايزين نعرف من حضرتك ايه قصة الارض دي الارض دي بيتقال انها اخصب ارض في الجمهورية اعلى انتاجية ارض بتطلع كل المحاصيل ايه سر ده شوف حضرتك السر ده اول حاجة الموقع العظيم اللي هي فيه اللي هي على فرع رشيد اللي هو خلفنا ده اه ده اهمية كبيرة جدا جدا انها ايه في بداية الدلتة يا محصورة في السبع بتاع الدلتة طبعا الدلتة عبرها سبعة الفرع فرع رشيد وفرع دميات يعني على فرع رشيد حضرتك بقى الاهمية القصوى للارض دي انها قديمة جدا قلنا من تاريخ يعني من فيضان تنين اللي كان بتحصل من شهر ثمانية وشهر تسعة فكان بييجي فيضان محمل بالطامي مع مياه النيل الجارفة مع مر السنين حصل ترصبات على شط على شطوط هذا النهر تراكم تراكم لطامي فده ايه ده خصوبة للارض على الخصوبة اللي هي فيها ده خصوبة اكتر اه وبعدين كما كان بيجي الفردانات طبعا كان بيحصل ان بعض بيوت الفلاحيين اللي هي اللي هي اللي تتعدى دور واحد كانت بتغرق وما حصلهم بتغرق فكان قبلها في شهر ولا حاجة بيقعدوا في البيت وتتعطل الزراعة وكان مشكلة موال فكان بيخصر الفلاح فييجي في عهد الفيضان ده او يوم الفيضان ده بيقعدين ده بحظه وقول يا رب بس عاديه على خير لانه كان بيقتلع الاشجار ويقتلع البيوت ويغرق المحاصيد فطبعا في الفترة دي كانت تتعامل زي الجسور لعملها محمد علي اي نعم هي حالة مشكلة نسبيا لكن كان بيبقى فيه النيل كان بيطفو الى حافة الجسر منعا لدخوله على المدينة والقرى اللي جهو اي اه بعد كده حضرتك اللي حصل لما تعمل السد العالي اه طبعا اتمنعت الفيضانات خالص بدأني ليبقى هادزي حضرتك ما انتشاهيه في نهر جميل جدا هادي جدا مستغل في الصيد للصيادين ومستغل طبعا في السروة السمكية والزراعية فيه جزء هنا كان راملي اللي هو المستوى المسطح الاسفل المستوى المنخفض يعني اه يعني المستوى المرتفع تكوى من ترسبات التامي على مدى السنين الكتير اللي كانت قبل السد العالي بعد السد العالي ما حصلش بقى ترسبات فالجزء اللي ما حصلش فيه ترسبات اللي هو اسفل الجزء المترسب المستوى المخفض اللي ورانا دا ايوه مستوى كبير وطويل شريحة طويلة بطول اله بطول النهر طبعا الفلاعين بدأوا استغلوها وبدأوا يتعبوا جدا جدا فيها بقوا يجيبوا التربة التنية اللي هو الرجش بقولوا له الرجش السقل الأصمر ويخلطوه مع الرمل عشان تبقى تربة صفراء تضاهي التربة الصمراء تضاهي طبعا الحمد لله بقت أخصى بأرض وتطلع محاصيل كتير جدا جدا عشان هي أغلب المحاصيل بتتزير عندنا يعني عندك زي ما برضو ونكمل إخوة قالوا محصول الأمح أساسي جدا للجمهورية ومحصول الضرة والبطاطس كغذاء وعندك محصول البرسيم لأكل الحيوانات والمواشي والثور وفي عندك البسلة والفاصولية والطماطم والانواع متعددة من الخضاء ماشاء الله حتى في المكان اللي احنا فيه شايفين ماشاء الله كام كبير جدا من المحاصيل فيه كمان حقول لحضرتك فيه جناين جميلة جدا معمولة برضو هنا من أخصى بالجناين جناين برقوق خصبة جدا وجوافة ومزارع برطوء ومزارع موز ومزارع موز كتيرة جدا ماشاء الله حاجة خلينا عزة أشكر حضرتك جدا على لقاءك وعلى معلومات القيامة اللي حضرتك قدمته لنا شكرا الله يخليك مشاكلين أو أنتو نورته أشمون بالذات ومزيد من التفوق إن شاء الله واتقدته نشكر حضرتك جدا أعزائنا مشاهدين في كل مكان أكيد يعني شفنا حاجات حلوة في مصر وبنسمع أسرار جديدة وأكيد كل منلفه هنشوف أسرار أكتر مصر بلدنا حلوة مصر بلدنا جميلة ياريت كلنا نحبها من قلبنا بنرجع لكم مرة تانية في الستوديو وإليك زميلي عاصم بحية محمد بشكرة جدا